طيب يبقى نمبر وان يعني نظام كمبيوتر جديد يعني خدمات يعني مجموعة من الباحثون يعني يفحص الماء الملوس يعني كل النظفين يعني يصمت نمبر فور يعني صهر الطوال الليل تشاتنج بتحدث عبر الانترنت نمبر فايف اللي كيتظل امنا عبر الانترنت يو مست مكشور عليك هتتأكد يو مست او شي ضد الفيروس يعني اللي البرامج ضد الفيروس ان يو الكمبيوتر على الكمبيوتر نمبر سكس يعني الإحصائية بتاعت التغذية يعني نفذت يعني في سنة الف تسعوية وتمانين ومست حديث يعني سنة الفين واربع تاشر نمبر سفل يعني اكثر تبكيرا لكي تقام ان مارش يعني اجل بسبب العاصفة نمبر ات يعني سأشتري هذه الحقيبة لانها بالضبط ما أبحث عنها نمبر ناين يعني قبل البت فور الكزاندريا يعني عاجل يعني عاجل يعني ان العربية تحتي يتم لها الخدمة اليوم نمبر تين I am trying to keep away يعني بحاول أنا بتاعت from my roommate يعني زميل الحجرة since I don't want him دعا لاني لا أريده to be infected as I am حتى لا يصبح نمبر 11 choose a sentence with the correct foundation نمبر A mankind البشرية has only one single left يعني لديها شيء وحيد انتورك طبعا هنا هنحط ايه هنحط كولن اللي هي كلمة ايه بعدها فلسطوب بيبه رقم A نمبر 12 which of the following sentences can be considered descriptive sentences يعني جملة وصفية طبعا يا جماعة اللي تنكتبها جملة وصفية هنا ايه رقم D the beautiful girl to visit the red kotape نشوف يا جماعة مع بعضينا صفحة 43 quiz number 10 يعني اعتبار قصير جملة 10 طيب بيقول يا جماعة number 1 I don't like my boring office job يعني بيقول انا لا احب وظيفة المكتبية المملة I wish I could do something more ان اعمل شيئا اكثر creative ابداعا الى خمسين number 2 according to the rules يعني وفقا للقواعد club members يعني اعضاء النادي are admitted on presentation التقديم of their membership عضوية cardis اللي هي بطاقات العضوية number 3 the actor is doing a photo يعني الممثل بيكون بي session photo يعني جلسة تصوير for the new movie tomorrow للفيلم الجديد غدا number 4 I have posted a link لقد طبعت link to the article للمقال for those who are interested لهؤلاء المهتمين number 5 you should follow عليك ان تتبع the steps هذه النصائح نقم ايه to improve لكي تحسن new communication skills يعني مهارات التواصل number 6 you should avoid يعني عليك ان تتجنب traveling suffer during rush hours لها ساعات الازدحام number 7 amazing hopes يعني amazing you know يعرف all the irregular verbs يعني كل الافعاء الغير المنتظمة يعني الانجليش في اللغة الانجليزية number 8 فهمي is looking forward to يعني تطلع الى traveling يعني الصفر across Asia عبر اسيا this summer هذا الصيف number 9 she pretended يعني هي تظاهر to enjoy ان تستمتع زميل لان البرتند بيش بعدها توزد المصدر even though she didn't think it was good الرغم من ان تعتقد انها غير جيدة number 10 he regretted يعني هو ندم leaving his job as he couldn't find another one لانه لم يستطيع ان يجد اخرها number 11 which includes يعني اي من يشمل apostrophe indicating the possessive the possessive form طبعا يا جماعة اللي هي الملكية رغم b لاما x binar ready لان البوستيسف معناها يعني عايز استخدم apostrophe السلاة الملكية number 12 choose the correct transition for the following sentence يعني استخدم الكلمة اللي عادي تربط الكلام للجملة الاتية i didn't have time ما عنديش وقت to eat breakfast انا تناول الفطار as a result ونتيجة اللي ذالي i am really hungry now انني حقا جوعان شوف يا جماعة unit 5 page 44 امتحان الاضواء unit test number 1 we can achieve نستطيع ان نحقق great things اشياء عظيمة for our country لبلدنا if we are if we all join hands يعني اتحادنا and work together وعملنا سويا number 2 the fire department اللي هو قسم الحرائق responded يعني استجابة to the call للنداء within minutes على خلال دقائق so there were few casualties يعني في خسائر قليلة number 3 the health closure due to بسبب covid 19 was stressful time يعني وقتا نصيرا للأعصاب for all of us نجلنا جميعا the antinum يعني العكس of the adjective stressful is عكس كلمة stressful طبعا الرقم به اللي يريلاكسي number 4 doctors warn us الأطباء يحذرونا that the new virus ان الفيروس الجديد is communicated يعني بينتقل in many ways يعني طرق عديدة we must take precautions وعلينا أن نأكل الإحتياطان number 5 monthly meetings يعني في الاجتماعات الشهرية employees get together يعني يتقابلون and brainstorm ideas يعني عملية عصف لزهن للأفقار some of which get developed and some don't وبعدها يعني التطور أو يمتش وبعدها لا number 6 the secretary wrote أميمه summarizing يعني تلخص the main points يعني النقاط الرسية we had discussed لاتتناقش ناها at the meeting في الاجتماع number 7 it sounds like يعني يبدو the new classmate اللي هو الزميل liked our group very much يعني أحب المجنوع بتاعتنا كثيرا number 8 these drugs come under يعني هذا العقار يأتي تحت heading of non-medical substances يعني المواد الغير الطبية number 9 you would better طبعا كلمة you would better ويجبعدها الفعل في المصدر put out your cigarette يعني تطفئ السجارة بتاعتك as it is dangerous إنه من الخطر to smoke at a gas station يعني في محطة بنزيم أو حطة غاز number 10 هالة found it hard يعني هالة وجهة من الصعوبة to get up أنا تستيقظ and from her bed من الفراش after the alarm to look يعني بعد ما المنبغ wind off يعني دقة at seven الساعة السابعة number 11 if I hadn't been for the loan يعني بدون أو لو لا القرد I got from the bank إلا إذا حصلت عليه من البانك I would have been it would have been impossible سيكون من المستحيل for me to sit up يعني ينشئ my new business يعني نعمل تجاري الجديد بتاعي number 12 arrange to meet يعني نتبنا أن نتقابل 20 o'clock ساعة 10 last Sunday بط حسام didn't turn up يعني حسام لم يصهر لم يأتي on time في الوقت المحدد number 13 I am sorry I forgot يعني نسيت to send you أنا أرسل لك the email you requested بالأميل الذي التمسته number 14 مروى admitted admitted يعني اعترفت ودي بيجو بعدها الفعلة في ANG wearing اللي رقم A her sister's dress يعني فستان أختها ويزود أسكن يعني درسوا أها number 15 I couldn't drive Alice's car يعني لم أستطيع أن السوق عربيت علي as I am used to لأنني متعود على driving automatic cars يعني قايدة العربيات لأوتوماتيك الخامس 16 I regret to tell you that your appointment has been cancelled طبعا نحن نريجل لما يجب بعدها توزد المصدر معنا يأسف لنوك لخبر سيء فأيقول أنا أندم إن أنا أقولك من الموعد بتاعك ألغيها number 17 and ellipses mark consist of يعني بتكون من three dots يعني ثلاث نقاط 17 and ellipses mark consist of يعني تتكون من three dots إلى ثلاثة نقاط يعني القطعة النقصة بتكون من ثلاثة نقاط 18 which of the following is punctuated correctly يعني أي من هؤلاء علامات التقديم بداية سليمة طبعا رقم C my father 6 100 يعني أبي قال لي كما وبعدين هنفتح القوسين why are you late وبعدين عشان خاطر فيه مخاطبة فهنخط جبل أحمد كما وبعدين نحط ونكفل علامات التنصيص number 19 what do you call the first paragraph informal essay informal paragraph or the first paragraph في informal essay في essay الرسمي بسمى introduction اللي رقم دي number 20 we live in polluted environment اللي أنا نعيش فيه أبو لو we are still suffering from يعني 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 طبعا يا جماعة رقم c afrocus يعني يعني مشكلة pollution اللي هتلوث and it's formless أشكال القطع يا جماعة the oldest living things يعني أقدم الأشياء الحية على الأرض on earth are trees هي الأشجار sun which is which is half four four thousand years looked down on the changes يعني بعض منها بيبلغ عمره أربح تلاف عام وهي بتطلع أو نظرت على the changes on the landscape على الأرض يعني and the comings and the goings وما يأتي وما يذهب for humans للبشر they sprouted from إنها نبعت إنها نمت from tiny seeds يعني بزورة صغيرة about the time في الوقت زي يجيب شامبيرا متزوير being built في الوقت اللي كانت تبنى فيه أهرامات المصرية today's giant patriarchs seem يعني الباتريارت للضخب ده يبدو as remote يعني بعيد and inaccessible ويمكن لا يمكن الوصول إلي الزروكس and mountains مثل الصخور والجبال تلفز المنحضرات which is a girl التي نمت عليها like cathedral columns إلى عمدة الكاثيدرال holding up التي تصل إلى the sky السماء it's hard to imagine them من الصعب أنك تفيلهم playing in part يعني لعب أي جزء in the lives of mere humans اللي ما البشر or being in a way بطريقة affected by the creatures المخلوقات that best at their feet التي تمر عند إقدامهم the leaders trees however have laid an intimate root يعني لعبة هذا النوم للأشجار دورا حميما in the lives of people since they first appeared when they ظهروا on earth على الأرض trees fit the fires الحرائق and were made humans ودفت البشر they provided shelter يعني مأوى food الطعام and medicine and even closing والملبس they also shaped شكل people's rich horizons يعني الأفاق الروحية للبشر trees expressed the glory and mystery للغموت of life as they moved through the cycle of seasons يعني دورة الحصول from life to this من الحياة للموت and back to life again ثم نعود للحياة مرة الأخرى trees were the largest living thing say أكبر الأشياء أو الكينات الحية around the humans and they knew that some trees had been standing on the same spot في نفس البقعة in their parents والدهم and grand parents سجدوتهم طايم and would continue to stand long after they were gone no wonder لعجب these trees أزيل أشجار became symbols يعني رموز of strength القوة fruitfulness smart and everlasting life الحياة الدائمة نمبر توني وان واي آر سيكويا ليه سيكويا زيكويا زيكويا رموز and inaccessible طوال رقم C because they grow on mountain cliffs يعني محضرات الصفرية the passage states يعني that trees are for people physically and spiritually useful يعني بدنيا وروحيا مفيدا للبشر نمبر توني سري is underlined the word intimate intimate is similar in meaning يعني درايه من معنى الكلمة the word special لرقم A the underlined pronoun they refers to كل بتسيب سري لأي جماعة trees الأشجار نمبر twenty five sequoias sprout from أو tiny seeds يعني بزور صغيرة يعني نمت أو برعمت من بزور صغيرة نمبر twenty six the rule played by trees in people's lives is invisible يعني غير مرء الذي يرقم به number twenty seven what do trees symbolizes ماذا تجسد أو ترمز الأشجار طبعا يا جماعة all of these twenty eight the best suitable title for the passage is يعني أنسب عنوان لهذه الفقرة هو رقم c trees and their significant rule يعني دورهم الهم in our life يعني في حياتنا نشوف القطعة الثانية بتقول an american sales man يعني باع use to go from house to house من منزل الآخر selling vacuum cleaners يعني ببيع مكان الكهربائي هي always took one with him يعني كان من دايما بياخد لوريها لربات المنازل what the machine he was selling can do يعني ماذا تستطيع ان تفعل one day he went to a house in a farm في مزرعة the farmer's wife opened the door يعني فتحة الباب and the salesman went in يعني دخلت in to demonstrate his machine to have this powerful vacuum cleaner يعني هذه المكنسة الكربية القوية will remove يعني تزيل all the dust يعني كل الغبار أو trap and the dirt والقزار of humor carpet and the rug 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 he said no more old-fashioned beating was sticked وخلاص بقى سيفخ من الموضة القديمة عن التدرب للعصائر making more dust than you get out of the carpet اللي هي أصلا بتدي الاقتراب أكتر من نتر طلعيه من السجاد it's no use for me to me فقلتوا مالهاش فايدة بالنسبالي زومان said you are wasting me show you يالله بس سيبيني وريكي the salesman said then he opened the bag يعني فعتح حقيبة he was carrying يحمل and throw a great pile يعني coma of dirt over the carpet good heavens يا إلهي what are you doing ماذا تفعل she exclaimed don't worry ما تكلخيش madame he answered adding some ashes يعني بعض الرمان from fire place من مكان الحريب to the pile of dirt I will eat every pit of dirt يعني نأكل كل قطعة من القزارة that my vacuum cleaner اللي المكنسة doesn't pick up will in that case وفي هذا الحال I will get you a spoon at once هنجيب لك معلاجة حالا the women answered I was only trying to tell you أنا كنت بحاول أقول لك دايما that we don't have electricity ما عندناش كهرباء on this farm في هذه المزرعة 29 the salesman الباع took a vacuum cleaner with him too طبعا يا جماعة رقم بي show it to the customers عشان خاطر يريدت على الزبائل number 30 why did the housewife seem surprised مندهش as the salesman's behavior يعني نسلوك هذا الرجل رقم C because the man threw dirt يعني رقى الزبالة and ashes والرماد on the ground على الأرض number 31 why did the salesman say that he would eat يعني سوف يأكل every a bit of dirt يعني كل قطع من القذرة if that the vacuum cleaner للمقنسة didn't eat طبعا رقم A he was confident يعني كان واثق that the cleaner will work وإنه سوف تعمل بشكل جيد 32 the housewife told the salesman يعني قالت الرجل that he was wasting his time because إنه بضيع وقته because the house didn't have electricity يعني البيت أصلا ما فيش كهرباء to operate the machine لتجليل الآلة number 33 the underlined word demonstrate كلمة demonstrate means to means to show لرقم C 34 in the end the salesman must have been يعني كان disappointed لرقم A 35 the antonome of the word remove الكلمة اللي يعكس كلمة remove اللي يوزيل طبعا نقاد لرقم C 37 vacuum cleaner can لرقم B clean floors by sucking up يعني يلتقط أو يمتص dirt للا قزارة number 37 a virtual workplace is a workplace هو المكان عمل that's not located in physical place employees and management are connected and interact act with each other via يعني خلال private يعني خاص network يعني شبكة or the internet طبعا نجاب رقم D الخطأ في رقم A انه كتب العمل الخيالي المفروض العمل الافتراضي الخطأ في رقم B كتب مكان مادي وكتب مكان حقيقي الخطأ في رقم C والإدارة يعملون المفروض أن الإدارة يتصلون زبو مدرو تقنيك is a time management system يعني نظام إدارة وقت that encourages people وشجع الناس to work with the time they have rather than against state وليس ضد using this method هذه الطريقة يبريك your work day into chunks separated by five minute breaks طبعا اللي جاب رقم C الخطأ في رقم A انه كتب الوقت العدائي الخطأ في رقم B كتب الوقت المتواتر وكتب كلمة التقطيعات الخطأ في رقم B انه كتب نظام مدير هو نظام مفاتر ونظام إضاف طيب نمبر 39 من أهم طرح تحقيق النجاح هو القدرة على إدارة الوقت بطريقة فعالة مع الحرص على العمل النجاح في سبيل تحقيق أهداف طبعا الخطأ في رقم A availability والخطأ في رقم C انه كتب كلمة system في السطر الثاني فيها والخطأ في رقم D انه كتب كلمة hardly بعد كلمة وارد في سطر الثاني بقى نمبر 40 يعتبر ترشيد الاستهلاك أحد أهم الطرق مواجهة أزمة الغزاء والتضخم الناجمة عن الحرب بالروسية الأوكرانية طبعا لدي جاء برقم A الخطأ في رقم B او الكلمة اللي هي كلمة relieving والخطأ في رقم C كلمة increasing وفي السطر اللي بعدها كلمة inflammation والخطأ في رقم D visibility اللي هي في سطر الثاني بيج 50 quiz 11 unit 6 number 1 economist علماء الاقتصاد where companies يعني بحذروا الشركات the excessive hours working يعني ساعات العمل المتزايدة is no receive for an productive يعني منتج يعني لازة وصفة ل productive workforce يعني القوة العاملة المنتجة number 2 because of our team's efficiency كفاعة we got all the work done يعني أنجزنا كل العمل in a few hours يعني في ساعات قليلة number 3 the police are making significant يعني الميز progress تقدم in fighting online crime يعني في محاربة الجرائم عبر الانترنت because of using بالسبب استخزام the latest technology يعني احدث التكنولوجيا number 4 it's well-known fact إنها حقيقة that people who exercise إن الناس اللي زين يتمررون regularly بانتظام لرقم C are least likely يعني أقل احتمالا توفيل stress إنه شعروا بالتوتر number 5 no one is allowed to read يعني لأحد غير مسموح له أن يقرأ my diary اللي المفكر اليومية it's very private إنها خاصة جدا number 6 they try to stop me from leaving يعني حاولوا إنهم يخفوني من طبعا نستطب مفعول from very beginning of the show يعني بداية العرب number 7 I usually have my son يعني قلنا إن كلمة have لما يجي بعدها عاقل يبقى إذا الجملة ما بين المعلوم وناخد المصدر يعني ناخد C لوش before going to work يعني work جاب للعمل اذهب إلى العمل number 8 I hardly recognized you أنا بالصعوبة تعرفت عليه You have had your hair died يعني بيقوله إن أنت عملت عملية صبغة لإيه لشعرك طبعا إيه ده شكل من أشكال المشهول لإن يا جماعة هنا إيه half had زمن الجملة هنا مطارع تام وطبعا جي بعدها your hair غير عاقل وضايد اللي هي صبغة يبقى إيه سببية في المشهول number 9 My eyes are so sore she is going to get them tested يعني النظر بتاعها had فهي سوف تعمل لهم عملية إيه get هنا جي بعدها غير عاقل فجي بعدها تصرف الثالث إيه للفعل number 2 the policeman اللو أص احنا قلنا اللو مفعول يجب بعدها توزعد المصدر يبقى توبار in front of the music من أمام المتحق number 11 Michael was highly talented musician يعني موسيقار موهوب جدا what do we call the punctuation mark يعني عنجولي على نامة الترقيم between highly and talented اللي بين highly and talented اسمع إيه اسمعها hyven لا شر number 12 what do you call the paragraphs where key ideas يعني الأفكار الأساسية are developed يعني تطور and explained اسمع إيه رقم c body paragraphs 52 quiz 12 number 1 researchers الباحثون investigated يعني اتحقق teaching performance by comparing يعني مقارنة student's exam result يعني تجائج الطلاب مقارنة نتائج الطلاب في الانتحانات number 2 as a new secretary has a task يعني المهمة of repairing يعني أداة the agenda for meetings يعني agenda الإجتماعات يعني number 3 environmentalists علماء البيئة say that يقولون lower energy consumption يعني استهلاق طاقة أقل means يعني lispolution يعني تلوث أقل number 4 I set my alarm يعني ضبط المنب for half fast 6 يعني الساعة ستة ونوص however the mobile was switched off ومع ذلك التلفون أو اللقاء number 5 when he finished painting the wall يعني عندما انتهى من دهان الحائد she stepped back يعني خطت إلى الخلف to admire يعني يعني يعجب به the overall effect يعني التأثير الشامل أو الكامل number 6 as his marks aren't good at Arabic لأن درجاته ليس جيدة في اللقاء العربية I have my son taught يعني هنا خليت ابني متعلم buy a tutor يعني معلم خصوصي number 7 he is absent يعني منزعج as he has had his wallet stolen طبعا has had ليه مدارع تام لأنه فعل وقع في الماضي وما زال لو أسهر قائم في الوقت الحاضر اللي هو he is absent ما منزعج لو السر جاء وقعت في الماضي والأسهر قائم في الحاضر لو منزعج number 8 يعني عادة have our shopping طبعا نهاف لو جي بعدها غير عاقل بسببية في المجهول وناخد بعدها تصريف الثالث الفعل لديليفر اللي رقم دي number 9 I don't allow اللو لو مجيش بعدها حاج يجي بعدها الفعل فإن I'm going in my office يعني في مكتبي number 10 which of the following is correctly structured يعني أي من هؤلاء قواعديا سليم طبعا الرقم A I am allowed يعني مسموح ليا to drive my father's car يعني عربية والدي twice a week عن مرتين في الأسبوع if a word that's too long to fit on a line is broken into two parts goes in يعني لما الكلمة تجزقها طبعا نستخدم بينهم a hyphen لرقم C number 12 we use consequently يعني وبالتالي consequently نستخدم بالتالي in a paragraph or only say two لرقم A introduce يعني يقدم the result of something يعني نتيجة شيء ما unit 6 الأضواء unit 6 page 53 number 1 damage يعني التلف to the building because of the fire was assessed يعني قيمة at about 40,000 pounds يعني 40,000 جنيه number 2 we need to raise public awareness يعني الوعي العام أو الوعي القومي of the environmental issues يعني القضايا البيئي number 3 our science teacher مدرس العلوم described the process يعني وصف عملية of making solutions يعني عمل الحلول in detail يعني بالتفصيل number 4 my son is used to procrastinating يعني يومواطل ابني اعتاد عن يومواطل when it comes to studying hard حينما يحين محاد وقت المذاكرة الجادة مثل the cinema of the verb procrastinate is الكلمة اللي بتساوي procrastinate أو عن delay لا يؤجل أو يؤخل number 5 many young people are moving out of يعني كثيرا من الشباب ينتقلون من rural areas يعني المناطق الريفية to find jobs لإيجاد الوظائف in the city في المدينة number 6 the only drawback يعني العيب الوحيد to the plant is that we don't have the time it requires يعني ليس عندنا الوقت الذي تتطلبه for 7 laser foxes beam يعني شعاع laser merckx of light which can be used الذي يستخدم فيه for some medical purposes يعني أغراض تطبيق رقمات mini movie makers يعني العديد من صنيع الأفلام lose a lot of money يقضون كثيرا من الأموال because of buy rating بسبب اختراق their movies and broadcasting إذاعت them online يعني إذاعتهم عبر الإنترنت number 9 there is nothing to stop you يعني يعني شيء يوقفك طبعا stop لو جي بعدها مفعول هيجي بعدها from verbal b from accepting the offer number 10 this week we had the house طبعا house بعد كلمة هاد يعني غير عاقل فهيجي تصرف التالت الفئة broken into buy the safe يعني اختراق عن طريق اللصول 11 my tooth heart يعني استمناتي تقلمني I need to have it بعد هاف جي غير عاقل يبا look add buy identity يعني طبيب أستمنا 12 I don't let my children يعني لا أسمح لأطفال طبعا drink لأن let مفعول المصدر drink soft drink مشروبات غازية or eat fast food أو يعقلنا الوجبات السريعة number 13 my tooth made me طبعا make my full المصدر send 10 emails to some customers لبعض الزبائج number 14 my tv was broken يعني التلفزيون بتاعي انكسر but I had had it repaired يعني صلحة ليا before the weekend طبعا ليه جمعان اخذنا had had لأن في كلمة before دل على الماضي التام اللي بتكون من had وتصف التالت للفعل number 15 do you have your car surface done يعني هل طبعا كلمة your car اه جه بعدها تصرف ثالث بعد النقاط يبانا هندور على كلمة على كلمة غير عاقب هندور كلمة surface على الخدمة regularly يعني بانتظام 16 she always looks forward to طبعا look forward to على تطلع الى وإلى هنا حرف جر وبالتال يجي having her house cleaned by a servant عن طريق الخادم number 17 i wonder where john is يعني اين john do you know هل تعرف this needs acquisition mark after يعني بيحتاج سؤال فين طبعا رقم b the second sentence number 18 which of the following يعني اي من الآتي is correct يعني تب معلومة ترقيم سليم طبعا رقم c mr ayman who was sitting behind the disc gave me a big smile يعني حيث كنا ممكن يقول mr ayman gave me a big smile وكل ده اللي في النص ده كله جملة اعتراضية فنحط قبلها كما وبعدها كما number 19 you summarize تلخز the content يعني المحتوى في your essay when you طبعا الرقم d write the conclusion يعني تكتب الخاتمة of your essay number 20 in informal email you can conclude with يعني تختم with a طبعا الرقم d both a and b طيب نشوف القطعة ده جماعة throw out history يعني عبر التاريخ there have been reliable reports يعني تقارير متاحة أو متوافرة أو ميسرة on delphins playing with people on delphins بتلعب مع الناس and helping زي متوسعتهم the الحكايات for from are from over 2000 years ago يعني من 2000 سنة there is no doubt that من من شك في many dolphins are interested in people يعني مثلا من بالناس they often seek human وهم غالبا ما يفحصون عن البشر companion ship يعني رفقة enjoy playing ball games ويستمتعونا بلعب العاب and like being beated ويحبون أن يدللوا ever their life ولكن مع ذلك حياتهم saving is perhaps not due to يعني ليس بسبب concern for us الاهتمام بالنسبة لنا وضي تزار ازل تقزفاك أن الحقيقة that they naturally support يدعم a sick brother يعني أخ بالنسبة له مريض to keep him near the surface of so that he can breathe يتنفس when they help a human عندما يساعدون البشر perhaps they are just doing what comes naturally ما يحدث بشكل طبيعي their intelligence is difficult to determine يعني الذكاء بتاح وصعب أن نحد دو we qualify animals as intelligent if they can do things يستطيع أن يفعل الأشياء that we ourselves are good at اللي احنا جيدين فيها when a monkey uses a stick فالقرد عندما يستخدم stick يعني as a tool كأدا we say that this shows intelligence يعني هذا يبين الذكاء on other hand وعلى الجانب الآخر some birds fly تطير accurately بدقة for thousands of kilometers لألاف من الكيلومترات but we don't normally بشكل طبيعي call this intelligence لأن نسمي هذا ذكاء what zin of dolphins فماذا عن الدلفين first they navigate extremely accurately هي تبحر بدقة even in dirty water حتى لو كانت المياه متسخة relaying on sound reflection like bats مثل الخفاف second they communicate يعني يتواصل in ways we don't understand يعني لا نفهم ها but both factless and feelings حقائق ومشاعر when dolphin can pass onto another يعني اللي يستطيع الدلفين أن ينقله للآخر without touching it دون ليلمسه or showing it something that it has learned أو يبين له شيء تعلمه they 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 also وهم أيضا know when another is that so evidence الدليل so just يقترح that dolphins in the delafine are most friendly and intelligent but in order to be sure حتى نكون متأكدين we will just have to learn علينا نتعلم them we can simply ask them يعني نستطيع ببساطة أن نسهل لهم سؤال لولان 21 when where the earliest reporters about the dolphins made يعني متى تم عمل تقارير عن الدلفين طبعا number A over 2000 years ago يعني أكثر من 2000 عام 22 what does the word they refer to وكلمة ز 23 it's clear from the text يعني من الواضح من هذا النص that dolphins أن الدلفين رقم B often have droning people often safe يعني كده ينقذوا droning people للناس الغرقاء 24 we don't understand يعني لنفهم how dolphins communicate لرقم C تواصل 25 when do we usually call an animal intelligent يعني امتى بنقول على الحيوان ده ذكي طبعا رقم A when it imitates us عندما يقلد نا 26 in what way are dolphins like bats يعني بأي طرق الدلفين مثل الخفافيش طبعا رقم C زي navigate relying on sound reflection اللي بتبح مهتمدة على انعكاس الصوت 27 what shows that dolphins are interested in people يعني all of these the only eight why do dolphins keep sick persons near the surface يعني ليه الدلفين بتحتفظ بالمريض بالقرب منصات طبعا رقم B so that can breeze حتى يستطيع ان يتنفس my name is bilal i live in the country site in a small house which is over يعني بنعيش في الريف في منزل صغير which is over 50 years old يعني village يعني قرية صغيرة i love living here يعني بحب يعيش هنا because it's calm يعني اكثر وضوءا there aren't many cars لا يوجد كثير من السيارات or buses out of the streets الشوارع are clean نظيفة we know all the neighbors ونعرف كل الجيران and at the end of the day وفي نهاية اليوم people get to gather الناس يتقابلون at the main square بالميدان الرئيسي and chat ويدردشون we go to a bit early نذهب الى الفراش مبكرا as there isn't much to do يعني كثيرا نفعله in the evening في المساء there isn't any theater يعني لا يوجد مسرح or cinema or cinema we also don't have a museum يعني ليس لدينا مدحفا or a youth club يعني نادي شباب but the children can play يلعبون in the streets في الشوارع or in the fields في الحقول and they can have animals يعني يمكن يكون لديهم حيوانات you can sleep very well تنام جيدا because there is no noise يعني فيش دوضاء you can hear the birds singing سستطيع ان تسمع الطيور وهي تغني the air is pure الهواء نقيا and the cool يعني بارد باعتدال and you can see millions وتستطيع ان ترى الملايين of stars من النجوم it's a bit difficult يعني صعب in winter sometimes it's very cold but still i like living انا احب المعيشة in the countryside for the reef my name is shady انا اسمي shady i live in a big town بعيش في مدينة كبيرة and i love it of course بالطب there are lots of cars يعني يوجد الكثير من السيارات buses والاتوبيسات bikes والدراجات motorbikes والدراجات البخارية and the people trying to cross the streets والناس بيحاولوا يوبروا الشارع traffic jams are normal ازدحام المروري الطبيعي and the air is bad والهواء سيء but there are lots of advantages يعني يوجد الكثير من advantages المزايا too there are more the workplaces in the city bitter schools زي مدارس افضل nicer shops محلات افضل final restaurants يعني مطاعم افضل hundreds of cinemas المئات من السينما and theaters زي المصارح art galleries اللي عرض صلت عرض الفنون and the museums زي المتاحب if you want to go for a walk لو اردت ان تتمشأ you can go to one of the park يعني احد المتزهات of course children come to play يعني لا يستطيعون ان يلعبون in the streets يعني في الشوارع but there are lots of youth clubs يعني نوادي شباب and museum parkis amusement parkis هو منتجهات الكلسلية where children حيث الاطفال can enjoy them selfies يعني يمتعوا انفسهم number 29 why does بلال love living in the country side يعني ليه بلال بحب يعيش في الريف طبعا اجاب رقم because it's car انه هاد number 30 what do people do at the end of the day ماذا يفعل الناس في نهاية اليوم طبعا الاجابة رقم c people get together at the main square and chat يعني يجتمعون في الميدان الرئيس ويتحدثون 31 why do people go to bed early لماذا يذهب الناس الى الفراش مبكرا الاجابة طبعا رقم a as there isn't too much to do يعني لا يوجد الكثير ان يفعلونهم in the evening يعني في المساء 32 what happens يعني لماذا يحدث when there is no noise عندما لا توجد ضوضاء الاجابة طبعا الرقم d you can sleep very well يعني تستطيع ان تنام جيدا 33 where can the children play in the streets يعني اين يستطيعوا الاطفال ان يلعبوا في الشوارع طبعا in the country side يعني في الريف اللي رقم c what happens يعني ماذا يحدث normally in a big city ايه اللي بيحصل بشكل طبيعي في المدن الكبيرة طبعا الرقم b traffic jams are normal لو الازدحام المروري بيكون طبيعي certified the best title يعني افضل عنوان for the passage is هو city or country site المدينة الريف 36 the antinum of pure عكس كلمة pure كلمة corrupt اللي هي فاسد جمعها 37 بيقول sooner or later يعني عاجلا ام عاجلا youth will face huge responsibility مسؤوليات so they should be armed يعني يجب ان يكون مسلحين with determination تصميم strong goal للارادة القوية school is a best place يعني افضل مكان to prepare them تعدهم for these responsibilities يعني هذه المسؤوليات طبعا يا جماعة الخطأ في رقم B كتب بالصبر والوصية الخطأ في رقم C كتب بالتصميم والمستقبل والخطأ في رقم D كتب ازرع قوية وعزيمة من المستقبل اللي بعدها رقم 38 الخطأ في رقم A كتب سيغير ايه كتب سيطور والاخر كده والخطأ في رقم B كتب سيعدل وبرضه في الاول كده كتب حضورا كبيرا بتطوير الفرق ايه طبعا تطوير العشوائيات وكان رضو رقم ايه خطأ بتطوير المدن في رقم C بيقول الحكومة عطفا عطفا مش اهتماما وكتب دائما كلمة سيطور كالكتب سيعدون 39 رغم كل الصعوبات والازمات التي وجهتها مصر الا ان الوحدة والتعاون الذي يميز بها المجتمع المصري هي ما جعلتنا نتغلب عليها كلها طبعا الاجابة رقم B الخطأ في رقم ايه اللي بدأ الجملة بكلمة قول زور والخطأ في رقم C كتب زور وتحت من زور كتب specialize والخطأ في رقم D كتب كلمة characterized بدأ لما كلمة characterize طيب النمبر اللي قد ندم العامل على طق وظيفته السابق لان العامل الجديد في مصنع التموئيات سبب لوك استرقى من المتاعب الصحية بالرغم من زيادة الاجر طبعا يا جماعة نخطأ فيها رقم A طيب كلمة زور ورقم B في الاخر كتب كلمة fair وكلمة fair دعني أجرى والخطأ في رقم D كتب regretted leave يعني لأجاب توصد المصدر أجاب الفين فين جي وكتب في الاخر كلمة all zo office office يعني أتعاب محمد عبدالكور 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 عبدالكور